سمحة الخير، كيفك؟ الحمد لله، مشكر الله أنا أبدأ أقول للناس أنه ميسون من أكثر الأشخاص اللي بتعرف تستغل عطلة نهاية الأسبوع بتعمل نشاطات حلوة تيج هيك بطاقة إيجابية وهذه هي الفكرة من الويكند فإن شاء الله دائماً هيك يا رب يخلي لك صحتك وإيجابيتك أنا زار لي تلت جمعة ورا بعض أطلع وبتفرجينا أماكن بالأردن بتأخذ العقل عن جد حبيبتي ميسون إن شاء الله الكل يشوفها إن شاء الله وين رحتي هاي الويكند؟ ودي آية اللي هي بين مادبة والكرك تمام منطقة كتير كتير رائعة بصراحة بتمنى كل حدا يروح يعني شوفوا قدي في هيك عن جد جواهر مخبية يعني غير مسقولة فعلا نحن دائماً عقبة داتسيل، فترا يعني في كتير مناطق حلوة تانية بالأردن يعني للإلم مرة كان معنا أجانب بيحكوا إحنا ما كناش متوقعين إنه فيه إشي هيك زي هيك بالأردن يعني بتفكري حالك قطعة من سويسرا صراحة مناطق بتاخد العائل نعم حبيبتي اليوم أنا قلت لهم أنه فيه فكرة جديدة شو بدك تقدمي لنا؟ هلأ يعني نفس الشخص بيكون بباني وببانك ممكن أنا يصير صديق لألي وأتعامل معه وممكن أنت ترفضي شو السبب؟ أنه فيه صفة لأنت كل برج ما بيحبها بالشخص المقابل يعني إذا شاف هاي الصفة موجودة فيه بينفر ويبعد ويبعد فنبدأ بايش؟ بالحمل الحمل أنت رح تعطي الصفة اللي كل برج بينفر منها بالصديق بالضبط يعني صفة البطء عند الناس ما بيحبها برج الحمل فإذا كان ماشي مع شخص وشافه بطيء بكل شيء بطيء بالتنفيذ باتخاذ القرار بطيء بالاستيعاب هاي المسألة بيخلي برج الحمل ينفر من هذا الشخص من بعده الثور الثور بيكره الناس اللي عندهم بطء باستيعاب الاشيء يعني ما بدي أقول مش غباء وإنما بدو يعيد الفكرة أكتر من مرة لحتى المقابل يفهم بطء بالفهم أوكي هاي بشيغيد حالو الثور من الناس السريعين بالأشياء فمسألة البطء بالفهم بتزعج برج الثور نجي على الجوزاء بينفر من الناس اللي عندهم الصمت الناس الصمتين اللي ما بيعبروا عن مشاعرهم اللي ما بيعبروا عن الشيء لما يحصل بيظلوا ساكتين هذا الشيء مخيف بالنسبة لبرج الجوزاء بستفزهم برج السرطان بينفر من الناس اللي ما بيبين عليها ردة فعل الناس اللي عندها برود بيردة الفعل كمشاعر يعني ما بيعرف هذا فرحان ولا زعلان لما يصير إشي لما يغلط بحقه مثلا بيظلوا على نفس الفيس ما بيبين عليه إشي فبيظلوا ينأز من هذا الشخص وأنه شو بالنسبة زعلان ولا رضيان جوعان ولا مش الأشخاص اللي ما بيقدر يقرأهم يعني صعب قراءتهم صعب قراءة تعابير وشهم السرطان بينفر منه لأنه سرطان نسان بسيط كثير يعني بيحب البساطة بكل شيء برج الأسد بينفر من الناس اللي بيستسلموا بسرعة يعني فورا بس يوصل لشيء مسكر بيقول لك خلاص أنا بدي أتراجع هذا التراجع عند أي شخص ما بيكون صديق عند برج الأسد بينفر منه تمام برج العذراء من إيش يلا أحزر يا برج العذراء لا لا الإشي الأكتر يعني أنا ما بحب الكذب وما بحب الإشي اللي بنفرني الوقاحة كمان رح توصلي رح أوصل تكبر العذراء بينفر من الناس اللي بيتطفلوا عليه آه طبعا أنا بحب مساحتي كثير بزيادة فالتطفل الناس المتطفلة على برج العذراء صح لأنه فيها وقاحة أنا بلاقيها بقلت لك وصلت آه وصلت آه آه مية بالمية طيب عنا الميزان الميزان إنسان كثير مرتب إنسان يعني عنده موازنة بحياته فلما يجي شخص مهمل بينفر منه الناس المهملة حتى بيحق نفسها يعني لما يشوف مثلا شخص بس يأكل ويشرب وينام ما بيشتغل يهمل بحاله يهمل بطاقته يهمل بشخصيته الميزان ما بيحبها بيستفزوا هذا الشيء برج العقرب بينفر من الناس اللي بتتكرر أخطائهم أكثر من مرة يخطئ ويرجع يخطئ يخطئ ويرجع يعني إن شاء الله أنا بتمنى لبرج العقرب ما يكون واحد من أولاده هيك لأنه هاي مشكلة هاي مشكلة طبعا لأنه الأولاد بغلطوا كتير وشو بدوا يعمل بالضبط طبنا للقوس القوس بيتدايق من الناس اللي بتتخلى عنه بسرعة يخاف من الفقدان أنه يفقد هذا الشخص فإذا مثلا صارت مشكلة وخلص كل شي انتهب بيننا زي ما حكيت أنت هي مش بتمشي بس على الأصدقاء حتى على العلاقات العطفية إذا تكررت هاي الشغلة بيصير ينفر من هذا الشخص من هذا الشخص بده التزام وتمسك بالمقادل وأمان واستقرار برج الجدي بيخاف من الناس اللي عندهم دائما كآبة ويعطوله طاقة سلبية بده دائما إيجابية عالية اللي دلو بيخاف من الناس اللي بتقيده اللي بتحط عليه قيود لأنه أنت عارفة دلو بيحب حريته فالناس اللي بتعطيله قيود بينفر منها مية بالمية آخر شي الحوت ما بيحب المغرورين صح؟ طبعا عشان همامتك يعني عشان همامة طبعا دائما ما بتحب الغرور بتحب التواضع وما بتحب حدا يشوف حاله عليها ودائما إذا أنا أحسن منك أنا شاهدتي على هذا الغرور الموجود بينفر منه طبعا مية بالمية كتير حلو الفقرة اليوم عن جد دائما خلينا نعمل إشياء هيك إن شاء الله إن شاء الله أنتوا كمان تكونوا استمتعتوا بفقرة الأبراج لليوم وبكل مشوارنا الصباحي بتمنى لكم بقية تنهار حلو وبداية أسبوع جيدة للجميع لقاءنا فيكم بيتجدد غدا إن شاء الله عبرها وراديراتانا وشاشة عمان تيفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر